ألم طر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وحلوا قومهم دار الموار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أنداداً ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار مين بقى الذين بدلوا نعمة الله كفراً أنا كفار مقصود بمين من الكفار المشركين من أهل مك اللي كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم القراشيون أحسنت طيب ما المقصود بنعمة الله فين النعمة المقصود من النعمة في هذه الآية أحسنت إرسال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يبقى نعمة من الله أن يرسل إليهم رسولاً يرسدهم إلى الحق الواجب عند حدوث النعمة اللي احنا نعمل إيه نشكرها نشكر النعمة لكن هم لم يشكروا النعمة ولم يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كفروا به وطاردوه وحاربوه وأخرجوه من أرضهم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وبسبب ذلك وأحلوا قومهم دار البوار يعني البوار الهلاك بدل ما يشكره نعمة الله لقد منى الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً منهم نعمة من الله حتى يرشدك إلى طريق الجنة يقولك لو أنت بعداني هنخش الجنة ولو أنت بعداني هتنجوا من النار دي نعمة عظيمة لكنهم للأسف كفروا نعمة الله عز وجل لم ييجي بواحد هنا بقى نفهم لم ييجي واحد يقولك هو مش ربنا بيقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نقول له حيقولك ماش هو رحمة للمسلمين حيخشوا الجنة إنما لو واحد كافر يهودي ولا نصراني يبقى رحمة زايد أنا دخلت جهنم ومش هتلع منه بقى ممكن راحت يبقى غير مسلم يحب يلعب معك بالإيه بالحجج ودي مش حجج دي شبهات واهية رأيي لك ربنا رحمة للعالمين ومع ذلك فإن أقواماً بسبب دعوته سيدخلون جهنم خالدين فلما قال الله للعالمين ومن العالمين من تضرر بدعوته ولم يكن ذلك رحمة الله نرد عليه إزاي عم سعيد عشان ما أمنش عشان ما أمنش هو أنا لما أنا أقول لك يا أخوانا الشرابية في راجل خير حيجيب لحمة وحيجيب خضار والناس الفقيرة وكان مثلاً في مجاعة مثلاً ويتعالوا الساعة ثلاثة والعربية تكون موجودة وكل واحدة ياخد اللي يكفيه زيادة دي نعمة ولا لأ نعمة من الله أنسخر هذا الرجل للناس ففيه ناس جعانين تعبانين حيموتوا من الجوع وقالوا لا مش عايزين يبقى كانت نعمة لأهل الشرابية كلهم ولا لأ بس فيه ناس إيه أعرضت يبقى ده ما ينفيش إن هي نعمة العربية دي والأكل دا كان نعمة للكل ولا لأ كان فاضل بس السيادتك تعمل إيه تنزل وتجيب اللحمة وتاكل لكن إنت إيه أعرضت عن هذه النعمة فأنت الذي تسببت في قال لا تستفيد من هذه الرحمة التي جعلها الله للعالمين إنت لو أنت مش عايز بسوء رحمة للعالمين يعني نفترض إن العالمين أمنوا بيه كلهم يبقى رحمة ولا لأ هو حد أكبر هم ما يأمنوش بيه حد قالوا لأ أنتوا لأه واللي هم بمزاجهم اللي قالوا لأه خلاص أنتوا حرين فمن شاء فليؤمنوا من شاء فليكفر إن عددنا للظالمين نارا أنتوا اللي عايزين النار بقى جالكم الرحمة المهداة جالكم رسول العالمين رحمة للعالمين وأنت اللي مش عايزين ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا نعمة من الله لكن أنتوا اللي بدلتوا شكر هذه النعمة بكفر هذه النعمة فبدل ما تأمنوا تشكروا نعمة الله كفرتوا بنعمة الله عز وجل سبب أو تسبب ذلك فيه أن حل عليكم البوار والهلاك القرش دي كانت آمنة مؤمئنة ويروحوا التجارة بتاعتهم يروحوا الشام في الصيف ومش عارف إيه في الشتاء فيه أمان حتى ربنا امتن عليهم بذلك لإلهة في القرش إلهة فيهم رحلة الشتاء والصيف في أمان فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعامهم من جوع وأمانهم من خوف البلاد حواليهم الناس قاعدة خايفة لكن قرش آمنة ومطمئنة اللي خلى قرش متبقاش آمنة ومطمئنة وكل شوية ياخدوا على دماغهم مرة في غزوة بادر ومرة في غزوة الخندق ومرة في الأحزاب ومرة في فتح مكة هم اللي بدلوا نعمة الله كفر عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلوا قومهم دار البار ولا لا هم لو كانوا أمن وعاشوا في سلام مع النبي كانوا هيعيشوا في أمن في الدنيا وفي نعيم في الأخير شوف يا أخواننا ساعات الإنسان مش ساعات إحنا نقدم ربنا مسلطوا على نفسه في ناس بتجيب المصايب لنفسها لأنه لا يستخدم الحكمة في التعامل مع المشاكل أو المصايب في ناس بتطلق مرطاتهم لأسباب تفهى لحظة انفعال مش عارق خرب البيت لكن المسلم العاقل الذي يطبق الشرع يستفيد من الحياة الطيبة اللي ربنا مكنهاله بتطبيقه لشرع ربنا في حياته اخواننا الحياة الحقيقية في تطبيقك لشرع الله في كل جزئية من جزئيات حياتك ساعات تانا لما لقي ناس في شقاء وعارف ان هم في شقاء لبعوضهم عن الله ساعات اقول له لنفسي هم اللي جابون نفسهم هم اللي مش عايزين دين هم اللي مش عايزين شرع هو عايز يتحرك بمزاجه وأهوائه وعاداته وتقاليده هو اللي اعرض عن دين ربنا يشيل بقى هو اللي ما وثقش في دين ربنا انه دين رحمة ودين حياة طيبة وسعادة هو افتكر ان السعادة في الفلوس والخناءات ومشاعر والتحديات والسلطة والجهة وعمال يدور عليها وفي سبيل ذلك عمال يخسر ناس ويخسر علاقات ولما وصلها وممكن ما يوصلهاش بس حتى ما وصلها حاسس بشقاء في قلبه لانه اعرض عن دين الله اخوان احنا اللي بيجيبه النفسينا الكفار لو امنوا برسول الله لعاشوا في نعيم في الدنيا والاخرة وماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الاخر كان هيخسروا ايه الرسول لم يطلب شيء لنفسه بلهمش انا عايز زعامة ولا عايز فلوس ولا عايز جاه عشان يشكوا في امره جاب لهم الدلائل والمعجزات والبينات ورجل يعرفون نسبه ويعرفون اخلاقه ويعرفون صدقه وكلهم عارفين ان رجل صادق والناس من حوالين بتآمن وتسلم ده ما خلاكش تفكر اللي انت تعود الى الاسلام لماذا هذا العناد والتمرد على دين الله عز وجل يا ربنا تعجب من الانسان يستمر على طريق الهلاك ويودي به الى النار فقال فما اصبرهم على النار يعني ما اشد صبرهم على النار اللي هم عاملين ياخدوا باسباب دخولها ومش فرق معاهم يا صبروكم يا اخي على النار اللي انت هتخشها دي تفوضوا واحد يخاف وما يعرش نفسه العذاب ربنا عز وجل واحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار يعني بئس هذا المكان الذي سيستقرون فيه وجعلوا لله انداده يعني ايه المشكلة يا اخواننا لو الكفار بدل ما يعبدوا الاصنام يعبد ربنا وهم يعلمون الكارسى بقى ان هم كانوا عارفين ان ربنا خالق السماوات والارض يعني حتى مش جايق نحن لسه ان في ربنا وهو اللي خلق هم عارفين الكلام ده بس التقليد الاعمى دفعهم الى ان يقلدوا الاباء والاجداد في عبادة الاصنام ولين سألتهم من خلق السماوات والارض ليه يقولون لله خلاص طيب اخواننا يلا بقى عبدوا ربنا بس هو ده المطلوب منكم بس ولا تخش في حروب ولا تخش في عراق ولا تخش في الجنة في الاخر وحدوا الله بالعبادة الرب هذا يعبد مش مطلوب منكم اكتر من ذلك ولكن بكل اسف اطاعوا اهوالاهم وعاداتهم وتقاليدهم الباطلة اش كده بقولك دايما احذر عدوك اللي بنقصين العادات والتقاليد ايه وعتقول لي عاداتنا كده وتقاليدنا كده ده جرد الكفار الى الكفر فجعلوا لله اندادا لم يوحدوا الله في العبادة ليضلوا عن سبيله قلت متاعوا فإن مصيركم الى النار مام الطابري قال ساعتها او قال في تفسيرها استمتعوا في الحياة الدنيا فإنها سريعة الزوال عنكم وإلى النار تصيرون عن قريب لبدا استمتاع ده فيه ناس بتضحي بالجنة عشان شوية استمتاع لسنوات قليلة وحتروح منه وبعد كده مصيره في النهاية الى النار لانه فضل الدنيا على الاخرة اخوانا الدنيا منقضية دنيا زائلة لا تشتري الدنيا وتبيع الاخرة بل بيع الدنيا واشتري الاخرة ضحي شوية بشوية ملازات وشوية شهوات في الدنيا من اجل ان تنعم في الدار الاخر اسأل الله العظيم رب العشر العظيم ان يعلمنا مجاهنا وان ينفعنا بمعلمنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة